كعادته يطل علينا رمضان بالخير مائة ألف أسرة أو ما يقرب من مليون مواطن ستتلقى احتياجاتها من الغذاء يوزعها بنك الطعام طوال الشهر الكريم معقب انتهائه جهد تشارك بهم مؤسسة أبو هاشيم الخير تضامنا مع كل المصريين المبادرة دي هي 200 ألف أسرة تستهدف مليون مواطن للكرة الأكثر احتياجا وخليني هنا لازم أوجه كل التحية والشكر لفخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي علشان المشاريع التي تعملت في الدولة من 2014 إلى 2021 هي مشاريع زي ما نقولت عظيمة كلها وكلها بتخص التنمية في جميع مجالاتها وجميع اتجاهاتها احنا في ظاهر كل مصري محتاج لمساعدات غذائية في السبع عشر محافظة البروتوكول ده النطاق بتاعه ان احنا بنخدم 200 ألف أسرة مصرية يعني حوالي مليون فرد مصري 100 ألف ان شاء الله في خلال شهر رمضان الكريم القادم و100 ألف تانية من رمضان لغاية نهاية العام المساعدات الغذائية ستصل إلى مختلف ربوع المحافظات شاملة القرى الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد احنا طبعا هنا بنك الطعام بنلتزم بالمواصفات القياسية المصرية ومنتأكد ان كل الموردين بتوعنا ملتزمين بكده ومسجلين في هيئة سلامة الغذاء عشان احنا كمان مسجلين في هيئة سلامة الغذاء احنا يعني بننقي الموردين بتوعنا على أساس السعر طبعا وعلى أساس الجودة وترتكز تحركات المؤسسات الخيرية هذا العام على الخطوات التنموية التي بدأتها الدولة لتنمية القرى تحت مضلة مبادرة حياة كريمة